الاهلي الان بعد الخسارة بطولة افريقيا بدأ مجموعة كبيرة من الناس تقولك لا بيت سمو سماني نجاحاته تشفعله انه يكمل مع الفريق في مجموعة تانية تقولك لا هو قا صحيح نجح بس دي مش الحاجة اللي هتفضل تضمنه النجاح طوال الوقت هو الراجل بقى له فترة بيخسر بطولات خسر دوري خسر السوبر خسر بطولة افريقيا فخلاص همش هيفضل للأبد وإلا كان جوزي مورينيو فضل مع تشلسي للأبد انت مع اني رايش انا مش مع اللي هو يمشي دلوقتي وهقولك ليه النادي الاهلي اصلا كمان بطبيعته مش يتعامل بالقطع يعني الا بقى لو حصل ضرب جامل جدا في كل البطولات لكن الراجل حقق قبل كده بطولات واتنين افريقيا متتاليين ودوري وسوبر يعني الراجل برضو زي ما احنا قلنا عنده حاجات تشفعله فمش من مرة كده اتباحه وبعدين انت لو مشيته دلوقتي انت عندك دوري ومطالب اللي انت تاخده عشان زمالك بطل النسخة اللي فاتت فانت عايز ترجع الدوري تاني للنادي الاهلي خلصت كل حاجة ما قدمكش اللي دي لازم تركز فيها كويس فانت لو عملت كده دلوقتي او غيرت كده اعتقد اللي ممكن يحصل ضرب في الفرق انا دلوقتي اقفل على نفسي والنادي الاهلي دايما عنده الميزة دي اللي هو خلص بطولة خسرتها ما فيش مشكلة بركز ما هدش يعني ما هدش الدنيا ما تهدش خلاص هي كرة ما اكسب بخسرة في الاول وفي الاول لا لا في فرقة هتكسب على طول ولا في فرقة هتخسر على طول صح فالنادي الاهلي يا ما كسب والدولاب بتاعه زي ما بيقوله مليان بطولات ومليان كؤوس خلاص ما فيش توفيق ايا كان بقى في البطولة دي ما فيش عدل عشان روحنا هناك ومش عايز اخش في تفاصيل بس بحلوها بمرة خلاص البطولة هتقفلت عندي مهمة جاية اركز فيها لابطولة الدوري والراجل زي ما احنا بنقول عنده اللي يشفعله قبل كده فانا مش مع الناس اللي بتكلم اللي هو تقول اللي هو يمش